وسط القصف الإسرائيلي غير المنقطع يعيش الفلسطينيون في غزة أوضاعا إنسانية كارثية في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء والكساء يواجه الأهالي في القطاع شبح الشتاء القارس مع غياب كامل لوسائل التدفئة وانتشار الأمراض خوف وجوع أضيف إليه برد الشتاء القارس مأساة متكاملة يعيشها سكان غزة منذ نحو ثمانين يوما في ظل قصف إسرائيلي لا يرحم صغيرا كان أو كبيرا رجلا كان أو امرأة هنا غزة حيث المكان الذي لا يشبه مكانا في العالم في ظل نقص الغذاء والكساء والنعدام الأمان لقد وصل فصل الشتاء ببرده وسقيعه والعديد من الأباء والأمهات غير قادرين على العثور على ملابس وحذية لأطفالهم الصغار في غزة المحاصرة إحنا هالجات حياتنا مأساوية جدا إحنا هالجات دخلين على الأربعينية وإحنا كنا جايبين معانا أواعي صفية لأولادي طبعا فيش لا أواعي ولا في حاجة ألبسها للأولاد طبعا بروح على السوق إني أدور فيش ولا أي شيء حتى الأواعي المستخدمة فيش مش موجودة العدوان على غزة والذي يتواصل منذ أكتوبر الماضي أدى إلى الحد بشكل كبير من عدد الملابس التي يمكن دخولها إلى البلاد مع بدء درجات الحرارة في الانخفاض حيث أغلقت إسرائيل القطاع تلال فرض علينا تهجير قصري تركنا بيوتنا كاملة وتركنا أملاكنا والآن نعيش بخيام من نايلون إحنا وأولادنا ونحن ملوك في بيوتنا اليوم أصبحنا أزل عايشين في شوارع نلتخط الملابس القديمة لأولادنا نكسيهم من برد الشتاء ومش عارفين إيش نعمل في الحال وإلى متى هذا الحال وإلى متى هذا الحصال وفقا لأصحاب المتاجر المحلية هناك طلب كبير على الملابس المستعملة ولكن الفلسطينيين لا يمتلكون إلا القليل من المال لدفع ثمنها قبل الحرب كان فيه قبال بس مش بالشكل الآن حكم الحرب والناس اللي تهجرت من غزة بشكل عام فصار عندنا اقتضاد في دير البلح الاقتضاد أجبر الناس على أنها تتأثير فيه قبال على محلات البالي أكثر من المحلات الرسمية لأنه الناس ما حاش مصاري فلوس محدودا لمحل حتى الآن تقريبا رواتب منزل الشلة شهر يعني إنها تلاشهور في الحرب وقد نزح حوالى مليون وتسامئة ألف فلسطيني بسبب الصراع والطر العديد منهم الآن إلى العيش في الخيام إلا أن رياح الشتاء وأمطاره باتت تحاصر لاجئين في الخيام وسط نقص حاد في كافة مقاومات الحياة من أدوات التدفئة والوقود وفي الضفة الغربية واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لبلدة برقا في محافظة نابلس شمال الضفة هذا واقتحمت قوات الاحتلال القرية وداهمت عددا كبيرا من المنازل كما قامت قوات الاحتلال باحتجاز عدد من المواطنين داخل أحد المنازل معصوب الأعين وأجرت معهم تحقيقات ميدانية خسائر فادحة في الأرواح وتدمير كامل للمنازل والمستشفيات وتدنيس صارخ للمساجد كلها ندوب عميقة في الجسد الفلسطيني زرعتها أصابع الاحتلال الإسرائيلي وانتشرت يوما بعد يوم وفي الأسبوع الماضية بات مخيم جينين شمالية ضفة الغربية المحتلة مسرحا لاقتحمات عسكرية إسرائيلية شبه يومية تخللتها اشتبكات دموية بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي نالت من أرواح الفلسطينيين مثلما تركت أثارها على واجهات المباني التي تعرض بعضها لدمار واسع وبينما يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملياته هدفها البحث عن مطلوبين تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية أن العديد من الضحايا ما بين شهداء ومصابين في عمليات الاقتحام هم من المدنيين العزل واكتحت العمليات العسكرية الضفة بتنفيذ القوات الإسرائيلية مجموعة من الاقتحامات والاعتقالات في مدن وقرى مختلفة وتعمد الجيش الإسرائيلي قطع الطيار الكهربائية عن المناطق التي يقوم باكتياحها فضلا عن شن حملة اعتقالات طالت عشرات المدنيين الفلسطينيين في مخيمات قلندية وعقبة جبر والدهيشة وبلدات بيتا وبلغت حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية أكثر من 4600 فلسطينية وكشفت بيانات نادي الأسير الفلسطيني أن حملات الاعتقالات رفقتها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح وتهديد وترويع للمعتقلين وعائلاتهم بالإضافة إلى عمليات تخريب البنى التحتية للمدن والمخيمات ومنازل الموطنين ترجمة نانسي قنقر